صباح الخير يا جماعة كيفكم؟ أحس إشي غريب جداً من زمان ما صوت فيديو كثير متأسفة لكم اني اتأخرت عليكم كثير بالفيديو وعلى القناة واللي من زمان ما حكيت على القناة هيك بهاي الفيديو هحكي لكم ايش عملنا بأيام اللي ما كنت اصور الفيديو وكمان روتيني قبل اروح المدرسة طبعاً احنا هلا الساعة ستة وربع اشتا هيك صبح لسه فبدي اخضر حالي اروح المدرسة والد بدي اصور لكم روتيني قبل المدرسة وهاي الفيديو انا من زمان اصلاً حاب اصورهم بس كنت في كوريا وما كنت اروح المدرسة فاتأخرت واخر واحدة بتصور روتيني من المدرسة اصلاً هلا خلي اروح اجاهز حال مدرسة وحددكم ايش اللي صار و هلا بدي احكي لكم شو اللي صار بوقت اللي ما نتزلت فيها فيديو وبعد ما وصلنا غزة اول اشي بعد ما وصلنا غزة احنا على طول روحنا نسجل على المدرسة عشان كتير متأخرين على المدرسة كنا فسجلنا رياض بمدرسته و انا كنت اسجل بمدرسة جديدة مدرسة ثانية غير عن اللي كنت فيه بصراحة كتير طولت انا و انا بسجل بالمدرسة كان فيه اجراءات صعبة شوية بنقول هان لهان فصعبت شوي بالنقل بعدين المهم سجلت بالمدرسة و دوامت اللي اكتر من اسبوع اسبوعين قاعدة بداوم انا اول ما رحتها المدرسة لقيتم ماشيين بالمنهج كتير فبدي الحق التوب اللي راح علي بالدفاتر او الدروس او الشرح كل هذا بدي الحق واعمل فهي اول سبب اللي ما قدرتش اصبر الفيديو فهلا راح اوجيكو روتيني قبنا اروح المدرسة والمدرسة احنا بنا نجرس على السبعة فهلا السيعة الستة وربعة و انا من النوع اللي بصحها قبل السيارة 10 دقايق بحضر حالي بلبس باكل بغسل بطلع من البيت فانا يعني مفيش روتين اصوركم بهاي العشر دقايق مجاهة تحالي بسرعة و ادخلين انام اكتر فعشان ايك بضلي نايمة بسرعة روتيني كتير سريع جدا اول اشي بدي اوجيكو شانتتي اللي بروح فيها المدرسة هاي الشانتة من صفحة عشر انا بستخدمها هي هاي الشانتة هيك شكلها لونه جي على بيج فهاي شانتة بمليان الشانتة اول درج اللي هاي اللي اصغر مش هاي الاسواد اللي فوق هاي الصغيرة نشوف ايش في ايش حاطها للمدرسة اول اشي هاي عن البيت النضارة انا بلبس نضارة بالمدرسة و بالبيت برضه بلبس نضارة نظري ضايف فبلبس نضارة هي هاي هي هاي النضارة بحس لما ألبس نضارة نظارة بيضغر عينية كنت بفكر اجيب نضارة فيها اش برو عنها اطار او اش زي هيك زي هيك يعني كنت بفكر اجيب هاي النضارة بس خايف اندم بصراحة مش عارف لها بق علي ولا لا فقلت خايف اندم هاي النضارة اصلا مش فيها عدسة بجربة هيك حبيته و شعب انو لم اقول لا فقلت ديش اندم خليني على القديم زي اطار القديم و هاي مش زي لتوي هاي كلها فضي هاي كان فيها اسود هاي كله فضي بس هاي نضارة فيها عدسة في احنا حطين حماية للنظر شي بلو لايت مثلا نكون تعبنين من الجوال عينينا فنحط هاي للحماية يعني هاي ممكن رياض يستخدموا عشان فش فيها نظر بس بلحم العين فبس هاي النضارة اهم اشي النضارة انا عن جد دايما مرات بانسة من اللخمة عشر دقايق فبانسة ااخد النضارة بكون مش شايفة اشي من اللوح انا قاعدة ورا فمش شايفة اشي من اللوح فبنقل من جنبي هي بتكون تكتب وراها وهي وراك فدايما دايما النضارة مهمة انا سبايلي وبعدين الثاني اشي المراية دايما بكون بالحصة بعض ما خلص الحصة مثلا هيك بشوف المراية شوي هيك والمعقم المعقم رشاش هادول المعقبين اهم اشي واخير اشي النوتا بس هادا هاي بكون الدرج الاول والدرج الثاني الاكبر اشي هاي فيها طبعا كتوب والكوتوب انا استلمتم اولا رحت عالمدرسة استلمتم كلهم كلهم مستعمل طبعا مدرسة دعطونا كتب مستعمل عادي جدا جدا اوه كمان اهم اشي المقلمة هاي المقلمة انا حبيتها هيك شكله جبتها جديد اوه رجلكم اش في جوا اهم اش في اش جلبهم اوه الاشي جايبة هايلايت جايبة هايلايت هايلايت ستابليو تنتين هاي أكتر لونين هاي أكتر لونين بحبهم ازرق فاتح ومور ايه وبحض مأصفر وكمان ألوان زي هيك بس حبيت هاييلوين هاي الألم أزوق kich أزوق اه اسود أخمر أزرق مع بعض هياين بيكون ايه تيبيكس تيبكس على شكل الورقة بيعملت بكس وهي ستوكي نوتز جربتها برضو حبيت شكلها دفتر هاي دفتر اسمها 10 منتطر عشان اكتب كل يوم ايش عليا وما انساش ايش اللي عليا وادرس بس انا جايبها بس لازل اسف ما استخدمتو لسه ودائما بس انا هيك من جوا بيكون مش عامل من بينوا ولا لا بس هاي دفتر بنكتب كل يوم ايش علينا فبس هيك بيكون خلاص اللي اللي في الشانتة تقريبا ونروح على اللي بعده هو الاهم ايش برضو للمدرسة وهو الزي احنا مدرستنا ممكن نلبس جي الباب او طائم جينز فانا حبي طائم جينز وهو اللي كنت بلبسه في عاشر وهي طائم جينز مش حاف بحفظ طائم جينز انا بصراحة بحفظ زي هذا فهيك الطائم وعلى شالة بيضا هي هاي البندانة فهلا مش ضال كتير للمدرسة فبدي اروح اغير بلابسي بسرعة وبرجع لكم وهيني غيرت ازاي هاي هيك شكله طنورة وجاكت جينز وشالة هيك وشالة كيف بلفها انا بس هيك وحدهان وحدهان وبصراحة ما بنوعب مدرسة هيك انه نلبس لازم نلفوا لفوق بس انا بلبسوا هي خلاص فممكن مرات 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 هيك الفوا لفوق بس انا بحب يكون هيك انه على الجنب فبس والله هيك بل بس ازاي وهناك في ستاند كنت بصور مطرح ما كنت بصور وبس هيك هيك فأنا تقريبا ضاي لعشر دقايق ويجي السيارة فلسه ضاي الوقت فبدي امكان افطر وبعدنا افطر وبصراحة انا امكان اذا ما كنتش عاملة جدولة بعمل جدولة وعادي هيك بوقتي هاي جماعة هلأ خلصنا المدرسة والصفاضي اعطيكو جولة بيذل الصفنة شوف هيك صفنة واخدنا كيميا اخل حصة جولة بالصف الجميل هيا نشي 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 واخيرا رجعت من المدرسة خلصنا المدرسة وهلا بدي اتغذى بعدين اليوم علي مركز عشان في دروس راحت علي مش فهماهم فقلت خلينا روح المركز هما المركز يفهموني بالدروس وهيك فبعد ما اتغذى واراجع لي عليا عشان بكرة علي امتحان فبدي اراجع شوية عشان اروح المركز اكون فاهمة وعطول يعني انه افهم مش اكون مش فاهمة ولا اشي واروح وعشان بكرة بامتحان بعدين هلا اشوف ماما ايش عاملة غدا عشان انا عنجد كتير جعانا فبدي اروح هلا اشوف ايش ماما عاملة ايش في حبوبها يالله بيرجي هاي الفترة بالمرة ورياض لسا ما ارجعش من المدرسة رياض بيرجع لتنتين وانا برجع لتنتين وانا برجع لتنتين ونص اخوا لقيت ماما قاعدة بتقلي هاي في روز هان فبنشوف عدنا النتيجة ايش حيطلع الاكل شوفو جماعة نتيجة هيك طلعت الاكل لسا فيه صوص هيو حاط هاي صوص فوق هاي بس شوفو اكبرها هاي كتير كبير ماما جابت الفكرة من انت فيه اكلة زي هيك في كوريا بعملوها شنيد سل على هذا الحجم الكبير فماما حابت تعملها تجربوا روز وهلأ ها خط السوس هاي خطت السوس وبس هاي هيك الاكل وراح ابدأ غدا وبس هيك روتيني ابنا اروح المدرسة وسبب غيابي على اليوتيوب وبس هتا كان فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم الفيديو وما تنسوا اللايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجلس عشان يصلكم كل فيديو جديد انا بنزله وبس باي